السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم ميسيز حنان الشريك ياريت نعمل لايك واشتراك في القناة للناس اللي هي اول مرة تشاهد القناة بعد ما خلصنا في الفيديوهات السابقة الازمنة البسيطة مدارع بسيط ماضي بسيط والازمنة المستمرة مدارع مستمر وماضي مستمر هناخد ان شاء الله النهاردة الازمنة التامة هناخد بس زمن المدارع التام وان شاء الله في الفيديو بعد كده التالي هناخد زمن الماضي التام هنتابع مع بعض النهاردة اللي هو زمن المدارع التام وزي ما احنا متفجين مع بعض اني اي زمن لازم بركز على التكوين بتاعه الاستخدام امتى بستخدمه والكلمات او الالفاظ اللي بتدل عليه وبندعم الكلام ده او بنشوف الكلام ده بامثلة بتوضح الشرح نتابع مع بعض ونشوف بعد كده ايه اللي نعرفه عن زمن المدارع التام من حيس التكوين والاستخدام والكلمات الده اللي علينا نتابع مع بعض زي ما احنا متعودين مع بعض ان احنا بنعمل التكوين بتاعه بفكرة ورق الفوم كده بحيس يسهل علينا تذكرها هنشوف مع بعض عندي تكوينه هاز هاز او هاذ هاذ بلاس باست بورتيسبول اللي هو ايه بي بي اختصارها باست بورتيسبول نشوف معناه ايه الكلام ده عندي هاز او هاذ زائد التصريف الثالث للفعل نتابع مع بعض ونشوف نشوف زمن المدارع التام من حيس الاستخدام بيقول لي يعبر عن شيء حدث في الماضي وما زال مستمرا في حدوثه حتى الوقت الحالي يعني شيء حصل في الماضي وما زال مستمر بيحصل في الوقت الحالي او نتابع مع بعض يعبر عن شيء بدأ في الماضي وانتهى وما زال له اثر في الوقت الحالي او ايه الوقت الحاضر نتابع نشوف استخدام تاني لزمن المدارع التام يقول لي هنا يعبر عن شيء حدث حالا يعني لسه حاصل حالا باللغة العمية بتاعتنا يعني لسه حاصل دلوقتي لسه اللي حاصل زي المسال يعني انا اكلت ساندويتش لسه حالا دلوقتي يعني من شوية زي ما بنقول كده لسه من شوية نتابع مع بعض ونشوف توضيح اكتر لزمن المدارع التام نتابع مع بعض من حيث التكوين جلنا بيتكون من ايه بيتكون من هاذ او هاذ بلاس باست بارتسبل زي ما وضحنا بورق الفوم طيب من عندي هاذ بتاخد ايه ضمائر فاعل بيقول لي بتاخد ضمائر الفاعل المفرد هي وشي وقت وعندي هاذ بتاخد ضمائر الفاعل اي وبتاخد ايه تاني ضمائر فاعل الجمع وي ويو وذي بتابع نشوف مثال كده للتوضيح يعني انا بدرس لغة انجليزية ليه اربعتاشر لمدة اربعتاشر سنة برضو ما زلت مستمرة في تدريس اللغة الانجليزية كده وضحت الاستخدام بتاع ايه زمن المضارع التام بعد ما خلصنا التكوين بتاعه وعرفنا تكوينه بيتكون من هاذ او هاذ بلاس باست بارتسبل اللي هو بي بي اللي هو التصريف التالت للفاعل وشوفنا الاستخدام بتاعه يعبر عن شيء حدث في الماضي وما ذال له اثر في الوقت الحالي او يعبر عن شيء اه يعبر عن شيء اه حدثة اه توا او حالا يعني لسه حاصل دلوقتي بتابع مع بعض كده ونشوف الكلمات الدلة عليه للتوضيح اكتر وهنشوف بعد كده امثلة بتابع مع بعض يقول لي هنا الكلمات الدلة عليه اللي هو زمن المضارع التام عندي جاست جاست حالا او توا اول ريدي اول ريدي بالفعل او اصلا ريسينتلي ريسينتلي اللي هو ايه حديثا ونشوف في كلمات اخرى ده اللي عليه نتابع مع بعض كده عندي ليتلي مؤخرا ليتلي مؤخرا يات يات حتى الان ايفر ايفر ذات مرة نيفر نيفر قط او ابدا نتابع مع بعض عندي بعد كده برضو باجي الكلمات والكلمتين اللي جايين دول مهمين خالص دايما بتكون موضع اسئلة في في اه في اه اه اعدد الكتاب تلجملة نشوف مع بعض في كتير من الطلبة بيلخبط بين استخدام واستخدام لو احنا عرفنا وحطينا في بالنا بنستخدمها امتى وامتى ونستخدم يبقى كده مش هيحصل لخبطة تاني نشوف مع بعض عندي يعني منذ يأتي بعدها بداية الحدث يعني ايه الكلام ده يعني لسه نقطة انطلاق الحدث يعني ايه ان انا لسه يدوب ببعمل الحاجة دي من بدايتها اول ما بعمل الحاجة دي من بدايتها يبقى استخدم تمام كده طيب عندي بعد كده لمدة بيقولي تأتي بعدها المدة محددة يعني المدة محددة يعني الفترة بتاعة حدوث الفعل او حدوث الحاجة اللي انا كنت بعملها او ما زلت بعملها او بعملها بس المدة المحددة بتاعتها. يعني مسلا انا عملت لمدة مسلا اسبوعين لمدة شهرين لمدة تلات سنين وهكزا المدة نفسها اللي انا عملت فيها الحدث. بيقول لي ايه? الفترة الكاملة للحدث. يعني بحسب مسلا المدة من لو من سنة مسلا زي ما اه واحد مسلا اه واحد بيدرس انجليش مسلا مدة اربعتاشر سنة. يبقى كده باستخدم كلمة ايه? يعني لمدة. بحدد المدة بتاعتها. طيب لو جينا استخدمنا سنس يعني تقريبا من حوالي سنة الفين وتمانية. فكده اه بداية الحدث. لكن هنا المدة اللي بيجضيها في الحدث في الفعل. اه او بيجضيها في عمل الشيء ده. لتابع مع بعض ياريت يكون يكون وضح المعنى بين او الفرج بين سنس وفور. عشان كتير بيلخبط امتى بيستخدم وامتى بيستخدم فور. نتابع مع بعض. يس نشوف هنا عندي مثال. هي بتتعلم انجليزي من سنة الف تسعمية خمسة وتمانين. يعني كده في بداية الحدث في بداية تعلمها اللغة الانجليزية وما زالت برضو بتدرس لغة انجليزية في بداية الحدث. نتابع مع بعض ونشوف امثلة اكتر للتوضيح. ياريت يكون كده وضح الفرج بين سنس وفور او المعنى. في امتى بستخدم وامتى بستخدم فور. نتابع امثلة للتوضيح الكلمات الدلة على زمن المدارع التام. نشوف مع بعض. طيب عندي هنا امثلة للتوضيح. يعني بيقول لي هنا ادي التكوين بتاعه. مع اي باخد هاف. تصريف ثالث من الكلمات الدلة عليه. وجاءت في اخر الجملة. وجاءت امتى بتيجي في جملة مثبتة. هنشوف مع بعض هنا. مثال اخر. اي هافنت سين مونا ليتلي. اي هافنت سين مونا ليتلي. يبقى هنا عندي هاف وعندي تصريف ثالث. وعندي كلمة ليتلي مؤخرا بتأتي في اخر الجملة وبتأتي امتى مع مع الجملة المنفية. مع الجملة المنفية. يبقى تأتي مع الجملة المثبتة. بتأتي مع الجملة المنفية. عرفنا كده امتى بستخدم وامتى بستخدم حديثة ومؤخرا. بتابع مع بعض ونشوف الامثلة عشان توضح الكلام اللي احنا شرحناه من شوية عن زمن المضارع التام. طيب هنا عندي عندي مثال بيقول لي اكزامبل. اي هاف لفد ان سوهاج سينس وان تاوزان ناين هندرد اي تي فايف. اي هاف لفد ان سوهاج سينس وان تاوزان ناين هندرد اي تي فايف. يعني هنا عندي واضح التكوين. تصريف تالت. وعندي اللي احنا لسه اشارنا اه جبل كده عليها في الامثلة من شوية. ان بتأتي في بداية الحدث. يعني انا اعيش في سوهاج او اه في سوهاج من سنة الف تسعمية خمسة وتمانين. وما زالت برضو اه اعيش في سوهاج. يعني ان انا هنا كده الحدث يعبر عن شيء حدث في الماضي. وما دال مستمرا في الوقت الحالي. يعني برضو ما زلت مستمرة في المعيشة في البلد دي في سوهاج. نشوف مع بعض برضو بعض الامثلة ياريت اتمنى يكون واضح كده الفرج بين سينس وفور. نشوف مع بعض هنا مثال انظر. يعني هما لسه اه لسه مخلصين يدوب لسه مخلصين لعب ايه اه كرة القدم. هادي التكوين واضح. عندي وعندي كلمة باستخدمها بعد 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 كده اللي هو ايه التصريف السالس للفعل. نتابع مع بعض. اتمنى يكون واضح كده المعنى. واضح كده ايه تكوين زمن المضارع التام. نتابع مع بعض ونشوف توضيح اكتر. بالامثلة. هي هاز وان ذا تروفي اول ريدي اول ريدي. هي هاز وان ذا تروفي اول ريدي. يس. هنا عندي من حين ستة كوين. عندي هاز مع هي. وعندي باست بارتسبل تصريف تالت. عندي كلمة اول ريدي بالفعل. تمام? جاءت ايه? امتى? اخر الجملة. انا ما زرتش انجلترا من قبل. تأتي مع الجملة المنفية. تأتي مع الجملة المنفية. تمام كده? واضح المعنى والاستخدام بتاع فهنا باستخدامها بعد ايه? تمام كده? نتابع مع بعض. عندي هنا بيقول لي. هاو يو افر سين اكرايم? هاو يو افر سين اكرايم? يعني هنا عندي كلمة بتستخدم باستخدمها في السؤال. فهنا التكوين طبعا بسأل لما بسأل با 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 ها باجيب في الاول او هاز. وعلى حسب طبعا بحدده امتى? على حسب الفاعل هنا. عندي يوو. فباستخدم معاها ها وعندي كلمة باستخدمها في السؤال. وهنا تصريف تالت للفعل. هل من قبل شفت جريمة او شاهدت جريمة من قبل? طيب كده يعرفنا اه باستخدمها مع الجملة المنفية. باستخدمها امتى? باستخدمها في السؤال. نشوف كده عندي بعد بعد الامثلة دي. بعض كده وبعض الملحوزات. نتابع مع بعض وياريت نكون مركزين كويس فيها لاني ملحوزات ومهمة اه مهمة هتفيدك خالص في الزمن المضارع التام. نتابع مع بعض. نوتس ملحوزات او ملحوزات. تأتي اما بعد هاز او هاذ او تأتي في اخر الجملة. يعني عندي اريدي دي. اريدي بتأتي امتى? بعد الاكسلوري فيرب اللي هو الفعل المساعد. يا اما هاز يا اما هاذ. وامتى تاني بتأتي بتأتي في اخر الجملة. تمام كده? نشوف ملحوزات تاني. اللي هي حديثا تأتي مع الجملة المثبتة زي ما وضحنا في الامثلة قبل كده. او تأتي في السؤال. يعني ممكن تأتي امتى في الجملة المثبتة? او تأتي في السؤال. نشوف ملحوزات تاني. مؤخرا تأتي امتى مع الجملة المثبتة او المنفية او مع السؤال. يعني بتيجي في جملة مثبتة او جملة منفية او السؤال. نشوف برضو ملحوزات تاني هتفيدك في زمن المضارع التام. نتابع مع بعض. ايه تاني يا مسيا ترى? عندي يت. يت وتأتي مع الجملة المنفية او في السؤال. يعني بتيجي في جملة منفية او تيجي في في السؤال. برضو نشوف ملحوزات تاني هتفيدنا خالص في زمن المضارع التام. لغاية هنا واضح تمام? نتابع مع بعض. اخر ملحوزة عندي في زمن المضارع التام. عندي ايفر وعندي نيفر. امتى بستخدم ايفر يا مس? وامتى بستخدم نيفر? بستخدم ايفر تستخدم في السؤال. ايفر بستخدمها امتى? في السؤال. طيب امتى بستخدم نيفر? اللي هي قطة او ابدا بيقولي تستخدم في الجملة المنفية. تستخدم امتى? في الجملة المنفية. اتمنى اكون افدتكم بالشرح او استفدتم من الشرح بتاعي بتاع زمن المضارع التام. اعرفنا تكوينه بيتكون من هاذ وهاذ او هاذ. اللي هو التصريف السالس للفعل. واعرفنا امتى بستخدمه? زمن المضارع التام والكلمات الدلة عليه. وبعض الملحوزات اللي هي هتفيدة خالص في زمن المضارع التام. يبقى كده ان شاء الله. اه خلصنا اه جاعد فاضل زمن الماضي التام. يبقى كده هنخلص بعد كده الازمنة التامة. وفيه برضو بعض الملحوزات اه احنا ما زلنا على كده. اه بستخدم في اللي هو لحظنا ان هاي استخدمته في زمن المضارع التام. و معايير بيتو بي استخدمته فيه. استخدمته في احنا عرفنا ان هو AmeWizWare استخدمت AmeWizWare في زمن المضارع المستمر واستخدمت في الزمن الماضي المستمر وهنتابع مع بعض ان شاء الله ونشوف بعد كده هنشوف بعد كده ان شاء الله في الفيديوهات القادمة في الفيديو القادم زمن الماضي التم ومتنسوناش ان شاء الله في اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ميسيز حنان الشريف ياريت نعمل لايك واشتراك في القناة للناس اللي هي اول مرة تشاهد القناة اخدنا في الازمنة التامة زمن المدارع التام النهاردة ان شاء الله هناخد زمن الماضي التام وعندي برضو اهم في اخر الفيديو نتابعوا معايا علشان نعرف اهم الازمنة من وجهة نظري ستة ازمنة لو انت اتقنت الستة ازمنة دولة يبقى كده ما عندكش اي مشاكل لا في القواعد في من حيث الجرامر يعني ما هيكونش اي صعوبات ومن حيث برضو تكوين الجملة بتكون صحيحة من حيث التركيب لتابع مع بعض النهاردة هناخد اللي هو زمن الماضي التام وعندي اي زمن لازم ببقى زي ما اتفاجنا مع بعض لازم ببقى عارف ايه ايه هو الزمن بستخدمه في ايه ايه تكوينه وبعض الامثلة لتوضح التكوين والاستخدام نتابع مع بعض ونشوف تكوين زمن الماضي التام من حيث التكوين عندي هاد بلاس بي اللي هو التصريف الثالث للفعل يبقى تكوينه يتكون من ايه زمن الماضي التام بيتكون من هاد زائد التصريف الثالث للفعل نتابع مع بعض ونشوف الاستخدام من حيث الاستخدام من حيث الاستخدام بيقول لي يستخدم زمن الماضي التام للتعبير عن حدث سبق حدثا اخر في الماضي يعني بستخدمه لي بيعبر عن ايه حدث حصل في الاول وبعض دي حدث تاني بيحدث في الماضي اللي هو الماضي البسيط نتابع مع بعض ونشوف الكلمات الدالة عليه بيقول لي هنا من حيث الكلمات الدالة عليه اللي هو زمن الماضي التام نتابع مع بعض ونشوف الكلمات الدالة ونشوف الامثلة اللي بتوضح زمن الماضي التام من حيث تكوين ومن حيث الاستخدام والكلمات الدالة عليه عاطيني هنا مثال بعد افتر او واضح التكوين بتاع زمن الماضي التام بيتكون من هاد بلاس باست بارتسبل اللي هو بي بي تصريف التالت للفعل متابع مع بعض ونشوف كمان حدثين اهو زي حدث ماضي تام وعندي واتشت حدث ماضي بصير يعني في حدثين اهو اللي سبق في حدوثه الاول يبقى ايه دا؟ زمن ماضي تام والحدث الاخر ماضي بصير نتابع مع بعض ونشوف توضيح اكتر الكلام اللي احنا شرحناه من شوية نفس المثال هو هو بس بدل ما استخدمت افتر بستخدم بي فور بعد بي فور بجيب ايه ماضي بسيط تصريف تاني للفعل والحدث اللي بعدين بجيب ايه ماضي تام had plus pp اللي هو past participle تصريف تالت للفعل another example نشوف مثال اخر للتوضيح as soon as he had shut the door he remembered that his key was on the table بمجرد ما هو جفل الباب تذكر المفتاح فين على الطرابيزة فهنا عندي حدث اول حصل وان هو جفل الباب والحدث الآخر او الحدث الثاني في زمن الماضي البسيط remembered نتابع مع بعض ونشوف عندي بعض الملحوزات في زمن الماضي التام هتوضح لنا اكتر وهنشوف الملحوزات دي مع بعض notes منحوزات او ملاحظات بيقولي هنا تأتي يت مع الازمنة التامة مع الجملة المنفية او مع السؤال يعني يت باستخدمها في الازمنة التامة عندي مع المضارع التام او الماضي التام بتيجي فين في الجملة المنفية او في السؤال نتابع مع بعض ونشوف باج الملحوزات بيقولي هنا يأتي بعد as soon as after يبقى يأتي اي الحدث الاول في زمن الماضي التام والحدث الاخر او الثاني في زمن الماضي البسيط ماضي بسيط يبقى as soon as بعدها حدث اللي بعدها ماضي تام والحدث اللي الاخر بيبقى ايه ماضي بسيط نتابع مع بعض للتوضيح علشان يسهل علي التذكر بتاع المين بعد as soon as وبعد after بيجي زمن ايه فاللي بدقين بأ ا ا ا a as soon as after بعد بيجي زمن المفاتيح في الزكرة بتاعتي بعض اليها بيجي ماضي تام past perfect past perfect ماضي تام والحدث الاخر ماضي بسيط past symbol باست سيمبال يبقى اللي بدقين بأيه as soon as after بعد بيجي زمن الماضي تام الحدث الاخر ماضي بسيط هيسهل علي تذكرها خالص لو انا علمت او حطتهم في دماغي ان عندي اللي بتقين بايه بيكون بعديهم زمن ماضي تام والحادث الاخر ماضي بسيط هيسهل علي تذكرها خالص نشوف برضو بعض الملحوزات من ضمن الملحوزات برضو بعد بي فور باي ذا تايم اللي اولهم بي بي فور باي ذا تايم بعديها هحط برضو كمفاتيح في الزاكرة بتاعتي اللي بدقين بحرف البي بعديهم الحدث اللي يليهم مباشرة ماضي بسيط ماضي بسيط والحادث الاخر ماضي تام نتابع برضو بعد الملحوزات ونشوف بيقول لي هنا بعد وين يأتي ماضي تام والحادث الاخر ماضي بسيط لحظة يمس كده بتقولي بعد وين بيجي ماضي تام والحادث الاخر ماضي بسيط طب ممكن سؤال اوكي لتس سي وين قبل كده في قاعدة ليها بيقول لي وين بعديها ماضي بسيط والحادث الاخر ماضي مستمر هنا عندي برضو حالتين لقاعدة وين وين بعديها يأتي ماضي بسيط والحادث الاخر ماضي تام يعني ممكن بعد وين يجي ماضي بسيط تمام ممكن بعد وين يأتي ماضي تام والحادث الاخر ماضي بسيط نشوف بعض الامثلة لتوضح لي الكلام اللي احنا شرحناه للتوضيح اكتر يعني مثال عندي بعد وين هنا ماضي تام والحادث الاخر ماضي بسيط هنا عندي كلمة بتاعها الوصف بتاع الصوت بتاعها علشان نراجع النطج بتاعها فيه نطج لدارج بيكون او سمعناها قبل كده بوليس لكن ده النطج ده لا خاطئ هنقول بليس بليس تمام نتابع مع بعض بعض الامثلة تاني للتوضيح اكتر مثال when we arrived at the station the train had left يقول لي بعد وين هنا جاء ماضي بسيط والحادث الاخر ماضي تام بعد وين اما يأتي الحدث الذي تم اولا ماضي تام او الحدث الذي تم ثانيا ماضي بسيط وكده يبقى خلصنا زمن الماضي التام يعرفنا تكوينه استخدامه والكلمات الدالة عليه طيب في عندي ستة ازمنة لو انا اتقنتهم في اللغة الانجليزية يبقى كده استحالة يبقى عندي مشاكل في القواعد طبعا في اكتر من ستة ازمنة بس انا بالنسبالي من وجهة نظري انا شايفة ان دول اهم ستة ازمنة بكون منهم بقدر اكون جملة صحيحة من حيث التركيب وبرده بسهل علي بعد كده ان انا اعرف الازمنة فيما بعد الازمنة التانية وبعد كده برده بستخدمها في الكنجنكشنز الروابط بتكون سهلة بالنسبالي نتابع مع بعض ونشوف كده انا عاملة دياجرام بسيط كده يوضح لك الازمنة دي بحيث يسهل علينا تذكرها زي ما احنا متعودين فكرة بسيطة كده بالدياجرام المخطط اللي انا عاملها نشوف مع بعض ونتابع ونشوف الازمنة دي الست ازمنة دولة لو اتقلناهم في الانجليزي زي ما قلنا هنكتب جملة صح وما هيكونش لديك اي مشاكل في القواعد يعني مفيش بالنسبالك هيكون اي مشاكل في القواعد نشوف كده طيب عندي هحط في دماغي عندي الازمنة البسيطة الازمنة البسيطة زي ما احنا عارفين لا يستغرق الحدث او الفعل وقت طويل يعني ما بياخدش فترة طويلة الحدث ده ما بياخدش عندي فترة طويلة في وقت حدوسة طيب عندي ايه هما الازمنة البسيطة عندي مدارع بسيط وعندي ماضي بسيط طبعا اهم حاجة عندي التركيب لو انا عرفت التركيب خلاص هعرف الكلمات الدالة عليه والاستخدام فعلى اساس انها بحط مفاتيح في الزاكرة بتاعتي الدياجرام المخطط ده مدارع بسيط بايه تكوينه عندي بيتكون من ايه طبعا عند الفعل مضافا اليه اسا واس طبعا امتى الكلام ده يا ميس مع ضمائر الفاعل المفرد هي وشي وات او ما ينوب عنها يعرفنا ان كل الافعال في زمن المدارع البسيط يضاف اليها اس ما عدا الافعال اللي اخرها او اكس اس 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 اش سي اتش يضاف اليها اي اس تمام كده زمن المدارع البسيط طيب زمن الماضي البسيط بيقول لي هو التصريف الثاني او الثاني للفعل فيرب باضافة دي او اي دي فيرب بلاس دي او اي دي وعرفنا ان امتى بضيف دي لما يكون الفعل اخره اي وبضيف اي دي برضو يعتبر دي افعال منتزمة بيقول لي في زمن الماضي البسيط في بعض الافعال غير منتزمة تحفظ كما هي كما اشرنا اليها في الفيديوهات السابقة في زمن الماضي البسيط بحفظها زي ما هي شكلها تيبيكل زي ما هي زي ايه سي سو جو وينت باي بوت واتسترا وهكزا للاخر يعني لاخر الامثلة كده اتمنى تكون وضحة ناخد مسال كده للتوضيح اكتر توضيح اكتر بالامثلة بيقول ايجزامبل عندي هي ضيفت للفعل اس عشان مع ضمائر الفاعل مفرد هي وشي وقت بضيف طبعا ايه اس للفعل ومك افري من الكلمات الدلة على زمن المضارع البسيط عندي مثال اخر طب يامس واحد يقول يامس طب احنا ليه ما ضفناش اس هنا للفعل مع جت لحظة احنا متفجين ان زمن المضارع البسيط بضيف له اس امتى مع ضمائر الفاعل المفرد وهنا عندي ايه وي ضمير فاعل جمع يبقى كده الفاعل مش هضيف له اس نشوف مثال تاني زي ما احنا شايفين زمن ايه ماضي تصريف تاني للفعل اي فيزيتد ماي انكل يستردي فيزيتد تصريف تاني الفعل ده ماضي بسيط وعندي يستردي من الكلمات الدلة على زمن الماضي البسيط اتمنى من خلال الامس لا كده وجا واضح احتي عندي الازمنة البسيط عماضي بسيط مضارع بسيط ومنحس التركيب زي ما ايه وضحنا قبل كده نشوف بعد كده الازمنة المستمرة الازمنة المستمرة زي ما احنا عارفين ان الازمنة ديها المستمرة يعني بتاخد فترة طويلة في الحدوث تاخذ فترة طويلة في الحدوث اللي هو الفعل بياخد مدة طويلة طيب عندي الأزمنة المستمرة زي إيه؟ زي مضارع مستمر وماضي مستمر عندي زمنة المضارع المستمر تكوينه بيتكون من إيه؟ am is are plus verb plus ing الأزمنة المستمرة عندي مضارع مستمر تكوينه am is are زائد الفعل زائد ing وعرفنا برضو كنا من قبل كده أن am بتاخد ضمير الفاعل i is بتاخد he ضمائر الفاعل مفرد he وshe وit وar بتاخد ضمائر الفاعل الجمع we وyou وthey تمام كده؟ ده بالنسبة لزمن المضارع المستمر نشوف بالنسبة لزمن الماضي المستمر زمن ماضي مستمر عندي بتتكوينه إيه قولنا؟ was or were plus verb plus ing بيتكون من was أو were زائد الفاعل زائد ing الأزمنة المستمرة كلها مشتركة في إيه؟ إن الفاعل مضاف إليه ing وعرفنا أن was بتاخد ضمائر الفاعل المفرد he وshe وit ومعهم ضمير الفاعل i وwhere بتاخد ضمائر الفاعل الجمع we وyou وthey كده تمام؟ نشوف بعض الأمثلة للتوضيح الأزمنة المستمرة example مثال she is listening to music now is listening هذه التكوينة هو واضح is plus verb هذه الفاعلة هو listen plus ing وعندي ناوم الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر another example في زمن الماضي المستمر they were playing football when the accident happened هنا عندي ماضي مستمر where plus verb play plus ing تمام كده؟ يبقى الأزمنة المستمرة عندي مضارع مستمر وعندي ماضي مستمر نشوف بعد كده الأزمنة التامة نتابع مع بعض ونشوف عندي الأزمنة التامة ايه هي الأزمنة التامة؟ بيقول لي تدل على حدث بدأ في الماضي وما ذال له أثر في الوقت الحاضر شيء حصل أو حاجة حصلت حدث حصل في الماضي وما زال لي أثر في الوقت الحالي عندي الأزمنة التامة ديوجرام برضو بسيط كده بحيث أن سهل علينا مفاتيح في الزاكرة سهل علينا التذكر الزمن عندي مضارع تام وعندي ماضي تام. تكوين المضارع التام يتكون من ايه؟ has or have plus pp past participle تصريف تالت للفعل. وعرفنا ان has بتاخد ضمائر الفاعل المفرد he و she و it. وعندي have بتاخد ضمائر الفاعل الجمع we و you و they ومعهم ضمير الفاعل i. عندي have بتأخذ جميع الضمائر plus pp past participle تصريف تالت. يبقى كده عندي الازمنة التامة مشتركة في ايه؟ مشتركة في انها بتاخد has بتكوينها has او have مضارع تام مشتكة مع الماضي التام في pp past participle. نتابع مع بعض نشوف بعض الامثلة للتوضيح. اعطيني مساء امثلة i have learned english since one thousand nine hundred ninety nine. عندي واضح التكوين زمن المضارع التام have plus pp و عندي past participle و عندي من كلمات الدلة عليه since. نشوف مثال تاني another example. after i had finished the film my friendess came. برضو هنا واضح من حيث التكوين ماضي التام had plus pp past participle. اتمنى بالدياجرام والفكرة البسيطة دي نكون نفهمنا واستفدنا من الشرح بتاعي وان شاء الله نكمل مع بعض في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.